اشتركوا في القناة التقرير الذي نشره معهد الأبحاث العالمية للاقتصاد والسلام قيم الدول المختلفة تبعاً لـ 23 مؤشراً للسلام تحت ثلاث فئات مستوى الأمن والسلام في المجتمع والصراع الداخلي والدولي وعسكرة الدولة ويشير المخطط إلى الدول التي احتلت المراكز الخمسة عشر الأولى باعتبارها الأكثر خطورة وعنفاً على مستوى العالم مع درجة سلام كل منهم حيث حصلت سوريا على درجة سلام 3.806 من أصل خمس درجات للعام الخامس على التوالي تحت نير الحرب الأهلية والتي قتل فيها ما يقرب من 250 ألف شخص وتسببت في نزوح 9 ملايين من مواطنها بينما احتل جنوب السودان المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر عنفاً في العالم بدرجة سلام 3.593 لتأتي بعده العراق برصيد 3.57 وفي الوقت الذي تهيمن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المراكز الخمسة عشر الأولى في قائمة الدول الأكثر عنفاً على مستوى العالم استطاعت أوكرانيا أن تشاركها القائمة محتلة المركز الثامن برصيد 3.287 كما كشف التقرير الدول الأقل سلماً كاليمن وتركيا وليبيا والبحرين بسبب تأثير الإرهاب وعدم الاستقرار السياسية في المقابل يؤشر المؤشر إلى أن عدد الدول التي أصبحت أكثر أماناً في عام 2015 أعلى من عدد الدول التي صارت أكثر عنفاً من بينها باناما وسيرلانكا وجنوب إفريقيا ومورتانيا التي صارت في قائمة أكثر الدول التي تحسنت أوضاعها لتصبح أكثر هدوءاً